أعود إلى ما قاله أيضاً بيتكوفيتش وهو يتحدث على تأثر اللاعبين من ناحية الذهنية طيب لنكن المتجانسين في الطرح والتحليل إذا صدقنا بما جاء به وليد صادي وقال بأنه غير 70% من التشكيلة عن أي أسماء يتحدث بأنها مصابة أو تعاني من ناحية الذهنية مدام عنده 70% لعبين جدد لم يلعبوا ولم يشاركوا في الإقصاءات هذا مجرد سؤال وفق ما قاله وليد صادي رداً على ما قاله بيتكوفيتش لديك 70% من اللاعبين الجدد في هذه القائمة إذا لا تعاني من الناحية الذهنية مدام أن أغلبية اللاعبين هم جدد طيب نعود الآن إلى 70% أنا بعملية حسابية بسيطة وجدت بأن هناك خمسة لاعبين جدد من ضمن 31 الذين تم استدعائهم إلى هذا التربص وإلى هاتين المباراتين بعملية رياضية بسيطة وجدت أن النسبة الجديد الذي أتى به بيتكوفيتش في المنتخب الوطني هو 16.12% عن أي 70% تتحدثون هذا بالنسبة للمعطيات العلمية التي لا يستطيع أحد أن يناقشها هناك خمسة لاعبين في 31 لاعب عملية رياضية بسيطة اسمه القائمة بلا مدى الحسابات لا لا نتكلمه نعرفه حافظين ونعرفه كيف نتكلمه بمعطيات رياضية محظى و بفواصل و بأرقام 16.12% نسبة الجديد الذي أتى به بيتكوفيتش طيب عندما قلنا بأننا لا يجب أن نحكم على بيتكوفيتش حتى في المباراة الثانية ضد جنوب إفريقيا لا أحكم على بيتكوفيتش وسأمنحه فسحة أخرى لكي لا نتسرع ولا نكون يعني غير عقلانيين ومنطقيين في الطرح بيتكوفيتش بالكاد أقولها وأكررها للمرة الألف بالكاد يتعرف على أسماء بعض اللاعبين ومناصبهم وملامحهم الوجهية لذلك لا يجب أن نتوقف عنده سواء في مباراة بوليفيا أو المباراة الثانية لكن هذا الأمر ونحن نعطي هذه الفسحة لهذا الناخب لا يجب هو أيضا أن يتحدث بمنطق العمل وفق الماضي أنت أتيت إلى منتخب جديد تعمل مع مجموعة من اللاعبين دعك من التحجج بما جرى يوم أمس عندما لم تكن على رأس المنتخب الوطني أنت مطالب بردة الفعل مع لاعبك وفق هذه المباراة مباراة بوليفيا ومباراة جنوب إفريقيا لا تحدثني لا على مباراة موريطانيا ولا على أمغولا ولا على مباراة لتأكيد ترجمة نانسي قنقر